وزارة الفلاحة إشارة الانطلاق في إنجاز 350 مستودعاً لتخزين الحبوب في المناطق المعروفة بكونها أقطاباً رئيسية للإنتاج وقال مسعود بندريدي الناطق الرسمي باسم الوزارة لدى نزوله ضيفاً على الإذاعة الوطنية إن القطاع أعطى إشارة الانطلاق في الشروع في إنجاز 350 مستودعاً لتخزين الحبوب في المناطق المعروفة بكونها أقطابا رئيسية للإنتاج على مستوى التراب الوطني وذلك لأول مرة منذ الاستقلال وأكد بندريدي أن هذه العملية ستنتهي أو ستنهي حالة الطوابير المعهودة أمام نقاط التخزين وستساهم في إنهاء معاناة منتجي الحبوب في هذا المجال الوزارة وكذلك المعاهد التقنية والفاعلين في القطاع كانوا جنب إلى جنب في مجال تطوير هذه الزراعات خاصة كما نقول زراعة الحبوب زراعة الزيتية وكذلك تطوير شعبة الحليب فقد أعطيت إشارة انطلاق أشغال هذه الصوامع الخاصة بتخزين الحبوب وكذلك مستودعات أفقية الخاصة بتخزين الحبوب على المستوى الوطني هناك 350 مستودع سوف يتم إنشاؤها على المستوى الوطني خاصة في المناطق كما قلنا التي لها قدرات كبيرة في مجال إنساج الحبوب هناك كذلك 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016 تم رفع التجميد عنها وانطلاق الفعلي في تجسيدها